لم تنتهي التداعيات السجن غويران بعد على الصعيد العسكري تستمر الاشتباكات في الاحياء المحيطة بالسجن ومعها تحليق طيران التحالف الداعم لقسد ولا يمنع كل ذلك تنظيم الدولة من مهاجمة نقاط قسد على اطراف الحي بحسب شبكة غويران نيوز المحلية وبينما تكتفي قسد باعلان نصرها على انقاض بيوت غويران يدرك التحالف خطورة ما حصل فيؤكد ان هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في الحسكة يصف اللواء جون برينان قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصبر التابعة للتحالف الدولي احداث سجن الصناعة بانها مشكلة عالمية لا تخص الحسكة بل تستدعي تضافر الجهود الدولية للبحث عن حل دائم طويل الامد يشير برينان الى خطورة السجون المؤقتة المنتشرة في سوريا والتي تشكل بيئة خصبة لانبات فكر تنظيم الدولة على حد قوله بينما يرى اخرون ان قسد تستخدم هذه السجون للاستفادة منها كورقة ضغط قسد لم تتحمل يوم من الايام اي مسؤولية عن وجود عناصر التنظيم في سجونها لكنها تستخدم كورقة ضغط ضد العراق مثلا او ضد تركيا او ضد مناطق المحررة وبالتالي هي مستفيدة من وجود هؤلاء المساجين انا اعتقد الحل الوحيد والمستدام لسجن غويران وغير سجن غويران هو خروج قسد تابعة لتنظيم بيكيكي من كل المنطقة الشرقية من شرق الفرات اما روسيا والتي تراقب ما يجري في السجن الصناعة طلبت عقد اجتماعا لمجلس الامن الدولي بشأن الهجمات التي شنها تنظيم الدولة سجن حرك دول العالم المؤثرة والمتناحرة على ارض السوريين ومن تداعيات ما يحصل في غويران يبقى الجانب الانساني صاحب النصيب الاقل من التصريحات مزوح ابناء الحي وهدم بيوتهم وتعرضها للقصف لا يبدو ذا اهمية بالغة للاطراف المشغلة بواقع عسكري يرتبط بمصالح سياسية وهنا تتساءل اليونيسيف عن مصير ثمانمائة وخمسين طفلا كانوا داخل السجن الذي تحرسه قسد فضلا عن تساؤل اهم اثارته المنظمة وهو لماذا هؤلاء الاطفال محتجزون هنا بالاصل اشتركوا في القناة